سؤالين مهمين جدا جدا على فكرة مهمة لو قدرت تحل السؤالين دول مفيش سؤال يقف عليك في الامتحان لان وقتها دمرك تبع شغالة هديك 30 ثانية تفكر في اجابة السؤالين وننجح على بعض تاني تايم اوت يا بطل اقول من الله انك تكون احسن تتصارف في السؤالين طبعا لو انت من الطلبة اللي اختارت clever boy فحابة بقولك انه غلطان ليه اصل boy ده اسم مفرد معدود والاسم المفرد المعدود محتاج معاه اداة يعني محتاج معاه يا اما اي يا اما اين جميل فبتالي انت غلطان ولو انت من الطلبة اللي اختارت في السؤالين دول a boy clever فحابة بقولك برضو انه غلطان ليه لان clever دي adjective دي صفة مفترض boy دي تيجي بعدها يعني مفترض اقول a clever boy لان الصفة بتيجي قبل الاسم طبعا يا مستان هي clever boy اللي ممكن تبقى صح اه ممكن تبقى صح يا عم ازاي هقولك خلينا نقول how الوضع الطبيعي ان how بيجي بعدها صفة يعني الوضع الطبيعي انهم جاي اقولك how clever you are يعني يعني يا لك من شاطر يعني ده الوضع الطبيعي بتاع البناء ادمين كلهم يعني تمام ولكن بقى ده السؤال خلا بلاك السؤال الثاني سهلة هتحل له عادي مش مشكلة هي القصة خلاف السؤال ده ولكن انت ممكن تلاقي how وبعد الhow هتجيب adjective صفة وبعد الصفة اوكي هتجيب a او an وبعد ال a او an تجيب noun تجيب اسم ازاي مش مدام ما فيه صفة واسم مفترض اجيب what اه مدام ما فيه صفة واسم مفترض اجيب what ولكن ولكن ممكن تجيب الصفة وبعد كده تجيب a وال an طب ازاي مش مفترض ايه تجي الاول وبعد كده الصفة هقول لك بقى الشكل ده مظبوط بس ستجيب how لان the a وال an والاسم يعدوا تكمله لموضع الصفة مش كيان منفصل بالتالي الاجابة الاولى how clever a boy فانت جبت clever الصفة وجبت الاداة وجبت طب ده طبيعي ده موجود في الانجليل اه ده موجود يا حبيب في اه والله موجود انك تجيب ها وبعدها صفة وبعد كده ايه اوقان وبعد كده اسم عادي جملة طبيعية موجودة ودول بقى تكملة للصفة مش تكملة لمعنى الصفة عادي كمالة لبقية الصفة مفيش اي مشكلة خاصة اهو اهو شريسي دي دي التكملة بتاع وwhat انت كده ولا كده عارف ان what بيجي بعدها ايه بيجي بعدها صفة واسم فبالتالي لو الاسم ده مفرد معدول تجيب ايه اوقان فبالتالي التانية تبقى what a clever boy خلاصة قول الصفة ممكن تجيب بعدها ايه اوقان واسم بس تجيب قبلها هاو الصفة تجيب بعدها اسم والاي والان قبلها تجيب قبلها what اشتركوا في القناة